بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مع وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مستجدات الجهود المشتركة للتهديئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدماً للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع وشدد الرئيس المصري في هذا السياق على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأنروا وضرورة عدم إعاقة عملها كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة وتترق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في لبنان وكذا التصعدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخراً حيث أكد السيد الرئيس أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان ما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق كما حذر الرئيس من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة هذا وقد شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر